دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد مع بعض زي ما قلنا كل سنة وانتوا طيبين هناخد مع بعض مقادير وصفة مهمة جدا جدا واساسية جدا في حلويات المول التي تتعامل في مصر انا عايزة انصح اي حد حتى لو عايش برا مصر يجرب الحلويات دي فعلا رائعة ومبهجة وكمان مجزية جدا للاطفال اغلبها مكسرات وعندنا النهاردة هنعمل وصفة الفولية الفولية يعني الفول السوداني هنعمله شبه طريقة السمسمية بس عندنا اختلاف بدرجة الحرارة وعند دي كمان اختلاف بالمقادير يعني هو حتى مقادير اكتر من كمان من درجة الحرارة عندي طيب دلوقتي اول حاجة هنعملها هناخد المقادير عندي للفولية حيلزمني 200 جرام من عسل الجلوكوز وعندي كمان 200 جرام من السكر وعندي كمان 60 جرام من المية وعايزة اقول انه حيلزمني كيلو من السوداني المتأشهر طبعا الفرق ما بين الفولية والسمسمية ان في السمسمية المقادير دي كانت عندي كانت بتتاخد لمقادير سمسم مش كيلو كان نصف كيلو من السمسم كنا بنحط لها المقادير دي الجلوكوز والسكر عشان السمسم عشان صغير فهو بيحتاج كمية اكبر من الشربات ده فلذلك السوداني عشان حجمه كبير هيقدر يتغلف بالكمية دي بس من الجلوكوز والسكر والمية ويكفينا لكيلو كامل من السوداني عايزة اقول ان الدرجة اللي لازم يوصلها الشربات في التسوية في مرحلة الفولية لازم تكون 140 درجة وده لو ما عنديكيش ميزام في طريقة هتقدري فيها تعرفي ان الشربات بتاعك وصل للدرجة دي او لا طيب من ناحية اللوزية او الفستقية او اي حاجة تانية من المكونات اللي عندي بتحتاج كميات مختلفة من المكسرات ممكن نعرض مع بعض اللوزية ونقول ما قادرها مع بعض اللوزية عندي عبارة عن 100 جرام جلوكوز 100 جرام سكر 30 جرام مية يعني انا عاملة مقادير الجلوكوز وسكر والمية النص وحطيت ربع كيلو بس من اللوز وممكن تحتاج حبة كمان عليهم يعني ممكن تخلي دايما معاكي شوية لوز اكتر اللي هيخليكي تعرفي اذا كان اللوز كفاية او لا هو لو بقي شوية سوائل في الحلة بتاعتك سوائل شربات في الحلة لسه فضلة يعني ممكن تاخد مكسرات كمان دايما اللي بيحكمك بكمية المكسرات هل فضل في الحلة اللي بتعملي فيها الشربات ده لسه سوائم او لا طيب انا دلوقتي هعمل ايه بصوا انا اي مكسرات عندي هشتغل بيها لازم اخد المكسرات دي وحطها في الفرن عندي بحط المكسرات بتاعتي في الفرن والفرن لازم يكون بدرجة حرارة كام لو بعمل لوزية او سودانية او بندقية خلي الفرن بدرجة حرارة 140 مفيش مشاكل لو بتعملي بس الفصدقية او الفصدقية زي ما بتقال مزبوط يعني كمط بنصحك تخلي درجة حرارة الفرن 120 طيب ليه بقى الفصدق بطبيعته مش بيستحمل حرارة كتير يعني لو قعد في درجة حرارة 140 عشر دقايق زي ما هنسيب دول عشر دقايق في الفرن اللي هو هولوز هدخله عشر دقايق الفرن عندي الفصدق لو دخل على درجة حرارة 140 عشر دقايق ممكن يتحرق منك ويتحمص اكتر من اللازم فلذلك خلي الفصدق بدرجة حرارة 120 لو هتعملي الفصدقية هدخل اللوز دلوقتي عندي على الفرن ووريكم انا في الفرن حطى ايه انا حطى اصلا في الفرن الفول السوداني الكيلو بتاعي اهو باين ما عنه استطلعت ده كيلو السوداني في الفرن وهحط دلوقتي عندي هحط عندي اللوز بس اخلي ده لسه مش هطلعه مش هطلعه غير لما كون عايزة اصب الشربات عليه طيب الصينية دي كانت في الفرن ودرجة حرارة عندي 140 دلوقتي بطلعها في السريع وعايزة بس اشوف درجة حرارة السائل عندي عشان ما توصلش 140 وهنا مش اخده بالي هي لسه دلوقتي 117 محتاجة الدرجة تعلق اكتر طيب لو ما عنديش انا في البيت لو ما عنديش ايه اه لو ما عنديش الميزان هعمل ايه يا ترى الموضوع بسيط وحوريكم ازاي تختبري كل شوية حرارة الايه حرارة الشربات عندك لو كان وصل للدرجة المطلوبة او لا بس انا هعمل ايه الصاج عندي السخن ده حدهانو دلوقتي زيت طالما عندي الشربات بدأ تعلق حرارته وحيقرب من الدرجة المطلوبة بدهانو زيت في السريع وبعمل ايه وممكن كمان الطارات دول كمان بهناهم زيت دول ممكن اعمل فيهم ايه ممكن اعمل فيهم اللوزية معاكم اهو حدهانهم بس كده بالزيت وحدخل دول عندي الفرن لغاية ما يوصل عندي ده للمية واربعين بصوا دلوقتي 122 نلحق اندخلهم الفرن عادي ممسوحة مسحة زيت يعني اخر تلت دقايق قبل ما نصب عليهم الحاجة بتاعتنا بدخلهم يرجعوا ايه يتخنوا تاني معايا تمام فكده عندي الفول السوداني في الفرن وعندي الايه اللوز في الفرن عندي ومستنية دلوقتي خلاص الشربات يعني المفروض نهوء الرمية 23 طيب انا عايزة كمان معاكم نعمل حبة لوزية فلذلك ممكن ااخد الجلوكوز بتاع اللوزية هسخنوا في المايكروويف 10 ثواني عشان اعرف اصبوا بس من البولة بتاعتي 10 ثواني ليه الجلوكوز باش مشكلته الوحيدة انه لما بيقعد في بولة اه مش بتعرفي تطلعي من البولة بسهولة بتلاقي لازق فيها فبتحتاجي بس كده شوفوا معانا تليفون من فاطمة قالو ازايك يا فاطمة الحمد لله حضرتك عامل ايه كل سنة انت طيبة والله وانت طيبة يا حبيبتي وحشاني جدا ايه الاخبار الحمد لله حبيبتي اول مرة تكلمين يا فاطمة لا متاول مرة وكلنا بنحب حضرتك جدا حبيبتي والله كل سنة وانت طيبة ويعني يا ربي يسعدك ومرسي كتير على كلامك الحلو ده حبيبتي يا فاطمة الله يخليك يا رب يمكن فصل طيب بشكرك يا فاطمة جدا دلوقتي انا بعمل ايه بحضر كمان حاجة اللوزية عندي وهنا خلاص على فكة ده تقريبا وصل الحرارة المطلوبة بصوا معايا 136 يعني خلاص فاضله يعني حاجة لا تذكر طيب انا عايزة اختبر انا مثلا ما عنديش في بيتي ميزان الحرارة ازاي اختبر وصل الحرارة المطلوبة معايا بولة مية ساعة اقوم في السريع اخدى من السائل ده ومنزلها في المية ساعة لو عمل خطوط كده شوفوا الخطوط اللي حصلت وعمل صوت تكسير بتسمعوا في الحلة صوت الشربات عما بيتكسر وحوريه لكم دلوقتي بصوا لما اجي بقى اطلع ده لازم الاقيه بصوا مش عارفة اجمعها كورة هلاقيها كده خيوط وبتتكسر معايا بصوا يعني انا لسه اهو شوفوا ازاي اتكسرت بصوا كده بتتكسر معايا طالما كده وصلت للمنظر ده اللي هو خيوط بتتكسر يعني انا وصلت لحرارة المطلوبة ما ينفعش استنى حاضر اهو 140 نبعد فورا وناخد تليفون من استاذ حسين ونطلع بس هطلع المكسرات من الفرن اللي هو السوداني وناخد تليفون فورا من اهو السوداني بتاعي من استاذ حسين الو يا استاذ حسين الو السلام عليكم ازاي حضرتك وعليكم السلام ازاي حضرتك ايه اخبارك الحمد لله بسانو حضرتك طيبة وقفة البرنامي اللي هو السلام وكل العامين الله يخليك يا رب وانت طيب وبخير وصحة وسعادة وسلامة على طول يا رب ان شاء الله الله يخليك تسميدك على كل الحلوات اللي انت بتعمليها الله يخليك يعني قولك ايه غير ربنا يا بلد في عمر الله يخليك يا رب وقولي ايه رأيك بعروس المولد شفتها بجد اه لا تسميدك انت قولي بقى بتجيب عروسة مولد لبناتك او عندك بقى كبار ولا صغيرين ولا ايه بقى لا الله هم يعني كبار شوية بس برضو لازم كل سنة نجيب لهم الله يخليك يا رب الوقت بيجيب نجيبوله حصان الولد حصان اه ايوة ربنا ربنا يبركلك بيهم يا رب الله يخليك يا رب الله يخليك تسميدك وربنا يبالك فأولادك الله يخليك يا رب ربنا يحفظك ويخليلك كل يعني كل احبابك وكل حد فعيلتك يحميلك ياهم يا رب مرسيليك أستاذ حسين طيب دلوقتي طلعت بقى الصاغ فورا بسرعة شديدة لازم نتعامل طبعا دول ممكن ندخلهم للفرن تاني عشان دول ايه طبعا مولعين وسخنين جدا دول بتوع مين دول بتوع اللوزية عندي وفورا وهو سخن الصاغ والسوداني كان سخن طبعا انا ليه بدخل السوداني او اي مكسرات الفرن بدخلها لغرض انا لو منزل مكسرات سقعة هتسقع لي شراب الجلوكوز دا اللي طبخته على النار وحتخلي المكسرات والسوداني دا يقفش فورا في الحلة عندي وبالتالي او في الحلة فعلا حلة اللي نزلتها فيها وبالتالي مش هعرف اقلب في الحلة هتلاقيه ايه مسك في الحلة لو جمد وحيمنعني من اني اقدر اني اقلبه ولما اجي احاول بقى انزله من الحلة هلاقيه لزق فلذلك لازم يكون عندي السوداني سخن طبعا الجلوكوز دا هيخليكي شوية متحسيش قوي بحرارة السوداني بس هو طبعا بيلسى فبصوا لو ضغطت اكتر من اللازم اه طبعا يعني هو سخن فانا ممكن ايه في السريع ولو عندي مفرش سيليكون حاضر لو عندي مفرش سيكون حضغط كده عشان مفرش سيليكون هيمنعني من الاحساس بالحرارة الشديدة طيب دلوقتي نحاعمل ايه نحن عايزين نطلع فاصل صغير واوكي مفيش مشاكل هنطلع الفاصل وانا في الاسناء دي لازم الحق السودانية بتاعتي وهي كده سخنة امدها كويس واجيب اي مقطع عندي ابدأ احدد هتتقطع معايا ازاي قبل ما تبرد لو بردت مش حعرف اقطعها فاهو رانيا هنبدأ ايه بس نقطع وحنطلع فاصل وانا بحدد مكان تقطيع السودانية بتاعتي هنطلع فاصل صغير هنرجع بعد الفاصل اكون حددت التقطيع ونشوفها لو جمدت مع بعض وفاصل صغير راجعين بعد الفاصل فاستمنا واجعت لكم تاني بعد الفاصل وانلاحظت ان اجريت فورا اجيب بقى ايه من الفرن المفرش السيليكون حطيته في الفرن بقى سخن عندي وايه والمقطع ده اللي كمان مدهون بالزيت بقى عندي كمان سخن وهجيب بقى اللوز لاني انا لسه رفع الشربات اثناء الفاصل وكان خلاص وصل للحرارة المطلوبة اكتر من كده هيغير لونه وانا مش عايزا يغير لونه ويبعد قوي عن الحرارة المطلوبة اللي احنا قلنا عليها هي كام مطلوبكم مية واربعين فهو وصل للحرارة بس عشان بعدته شوية عن النار سقع سنة فانا مضطرق ادف فيه بس ما تخليهوش بقى يدفق اكتر من اللازم عشان هيعدي الحرارة اللي هي المية واربعين عندي اللوز سخن جدا زي ما انتوا شايفين وحقوم نزلة دلوقتي بحبات اللوز بتاعتي وقدي تقليبة سريعة قوي علشان يرحق اللوز عندي يتغلف بايه بالسائل بتاعي زي ما انتوا شايفين ولو حسيت انه اللوز قليل وفي عندي سوائل كتيرة يفضل اكون عاملة على جنب شوية كمان اللوز ومسخناه وقوم ضيفا يعني ممكن ياخد معاك 300 جرام تقريبا فلازم في السريع طبعا المعلقة الخشب بصراحة احسن من السيليكون الطرية دي دي حتتعبني فانا اهو في السريع بقلب شوفوا لغاية ما تحسوا انه حبات اللوز اتغلفت بالسائل الجميل ده وفورا عندي المقطع اقوم اخد بقى حبة من المقطع عندي قصدي حبة من اللوز عندي باستنوا عشان ادهن حاسة مفرش السيليكون مش ااخد بس الزيت كويس اهو دهنة بسيطة من الزيت علشان لما اصب اللوز اعرف ايه لما يبرد اعرف اطلعه من المفرش بتاعي عايز اقول لكم طبعا السودانية او الفولية خلاص هي جمدة عندي في الصينية المفروض تقريبا طبعا مفروض انها تسقع اكتر انا مش حاسبها تسقع قوي حوريها لكم بس في السريع بس اضغط اول حاجة ايه القرص بتاع اللوزية بتاعي زيه انا عاملة للعروسة يعني انتو لو لاحظتوا العروسة بتاعتنا طبعا هو سخن فانا مش عارفة اضغط جامد حطي مفرش سيريكم مثلا واضغطي به اهو صار عندي قرص قرص جميل من اللوزية اللوزية اهو شوف اللوزية عند العروسة وراها الفصدقية والبندقية بنفس التكنيك ده بالزبط الفرق الوحيد الفصدق لما بدخلوا الفرن ما تخليش حرارة الفرن مية واربعين عشان ممكن يتحرق منك الفصدق طيب هنا بقى عايز اوريكم دي هي طعم لسه سخنة بس بيبدى عندي السودانية تماسك فنعايز احاول ايه اكسر لكم واحدة اللي لسه عاملينها مع بعض طبعا عشان صانية مدغونة بالزيت بعرف اطلع الحاجة بتاعتي بس ممكن احتاج اخبطها خطة كده فين الشاكوش بتاعنا اهو هو ده يلا نديها خطة صغيرة كده طبعا لسه ايه لسه ما جمدش لسه لما يجمد هتلاقيه بقى مقرمش بس عايز اوريكم انه هي بتجمد رغم انها سخنة طبعا دول السودان عايز اوريك بس انه دول عندي متغلفين بالشوكولات وقرص اللوزية اهو باين معانا لسه عايز كمان يجمد بس بتشار المقطع منه بكل سهولة باين معانا ودول متغلفين بالشوكولات اخر حاجة وستطعها حعملها هي دي ونطلع الفاصل بتاعنا يال حاضر اهو سطع بس دي دي سقعة ومعمولة من قبل فبصوا بس هقطعها كده معاكم بصوا ازاي وحقوم بس اكثر دي وخلصنا هو ده القوام المزبوط بتاع الفلية ما ينفعش تكون طرية خالص طيب دلوقتي هنطلع فاصل صغير هنرجع بعد الفاصل لسه ما خلصناش لسه مكملين مع بعض كل سنة وانتو طيبين ووصفات لك العدف صفحتي فيسبوك انستجرام باسمي غفران كيالي عربي وانجلش اشوفكم بعد الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة